اشتركوا في القناة من خلال الأسبوع القادم على أجزاء كبيرة من ملكاتنا الغالية بنتكلم عنها وكذلك بيكون معنا في هذا البرنامج ابتداء من هذه الحلقة إن شاء الله نجوم السوشيال ميديا بشكل عام برنامج التواصل الاجتماعي بنكون مع النجوم نتواصل معهم نتواصل مع جمهورهم من خلال الهاشتاج يضع على قناتكم قناة المرقاب في موقع القناة في تويتر لنتواصل معكم أنتم مشاهدين الكرام من خلال هذا الهاشتاج النجوم السوشيال ميديا المؤثرين أو المشهورين من خلال لقطة من خلال فيديو من خلال مقطع أو من خلال عمل تداول أو تداول بشكل عام ووصل هاشتاجات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي سنقابل هؤلاء النجوم هؤلاء النجوم اللي أخذوا أبعاد كثيرة من الشهرة بغض النظر عن بعض الأمور أو ما هي هذه البداية أو ما هي هذه السلبيات أو ما هي هذه الهجابيات هنا نسلط في البرنامج على هؤلاء النجوم عن تلك البدايات وعن التصحيح وعن السلبيات نناقش معهم فيها ما بالضرورة لنستقبل أحد هنا للتلميع أو للشهرة أو غيره بقدر ما نجيبها النجم هذا ونعرف ما في داخله وما في جعبته مستقبلا لنأخذ منه وليتابع جمهوره من خلال هذا اللقاء لأيضا يكون قريب أكثر وأكثر من نجمهم يمكن يكونون أيضا قريبا منهم يمكن يكونون ما نقدل الصور اللي تصورها في نجمهم في موقع التواصل الاجتماعي سوف يكون نالك إعداد كامل لكل نجم من نجوم السناب شات أو موقع التواصل الاجتماعي بشكل عام في برنامج أخبار علوم أخبارنا وعلومنا هذه الأسبوع متنوعة متفرقة وبكون معكم إن شاء الله مع نجم والسوشيال ميديا هذا المساء ونجم من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الهاشتاك اللي الآن موضوع على صفحة قناة المرقاب في تويتر أبو سن بضيافة طرى المرشدي وهو بضيافة قناة المرقاب بشكل عام هذا المساء تفاعلوا مع هذا الهاشتاك أسئلتكم ولكن ارحمونا شوي بالأسئلة أبو سن الليلة بيكون معنا في هذا البرنامج وبنكون قريبين منكم جمهورنا الكريم بنتواصل مع أبو سن ونشوف مدى تلك البدايات الإيجابيات السلبيات وغيره لا تكسونوا عليه بالأسئلة لكن خلوكم واقعيين وخلوكم قريبين من هالشخصية اللي اللقاء معها بيكون بشكل مختلف بتشاهدون إن شاء الله بعدها قليل خلونا نشوف أخبارنا وعلومنا هذا المساء ونرجع لكم المنطقة الشرقية تتزين لزيارة خادم الحرمين الشريفين انتهاء هدنة اليمن والتحالف يرفض تمديدها أجواء المملكة ممطرة الأسبوع القادم السجن والغرامة لمن يعيد نشر مواد والمقاطع التي تحمل الكلمات الإباحية مزاد رماح للإبل يشهد الكثير من الإقبال والنجاح زواج الشاعر معتق العياضي الجمال القادمة نجدد تحية لكم مشاهدينا الكرام يمكن خبرنا الأول أن تكلم عنه عن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للمنطقة الشرقية عودوني قياداتنا عودوني على دائما التفقد أحوال المواطنين وافتتاح الكثير من المشاريع في بلادنا الغالية المنطقة الشرقية اليومين هذه هي جزء مهم من المملكة جزء أهم من المملكة الرابية السعودية مثلها مثل المناطق الأخرى وكذلك اللفتة من خادم الحرمين الشريفين في هذه الزيارة تزينت المنطقة الشرقية باستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يكون هناك افتتاح الكثير من المشاريع مشاريع الطاقة أو المشاريع البتروكيماوية كذلك امتدادا لعدات ملوكنا امتدادا لعدات ملوكنا وعدات أمرنا في المملكة الرابية السعودية على مدى تداولهم خلال السنوات الماضية للمملكة الرابية السعودية وحكم المملكة الرابية السعودية تعودنا منولات أمرنا أن يكونوا قريبين من مناطقهم وبلادهم وأجزاء بلادهم المتفرقة الشمالية الغربية الجنوبية الوسطى وفي المنطقة الشرقية جزء أهم من المملكة العربية السعودية حيث صرح الأمير سعود بن نائب الترحيب المواطنين بزيارة خادم الحرمي الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفي كلمة الله قال أن هذه الزيارة يتفقد أحوال المواطنين وافتتاح الكثير من المشاريع امتدادا لعدات الملوك رحمه الله حيث في أرجاء البلاد أحوال أبنائهم يتفقدون أحوال أبنائهم وبناتهم يرعون شؤونهم ويحرصون على الوقوف على كل أحوالهم وأمورهم مشاريع بتركيموية ومشاريع طاقة ذات مصادر هائلة إن شاء الله وذات موارد هامة للمملكة العربية السعودية سيتم افتتاحها من خلال هذه الزيارة خبرنا الثاني أيضا مشاهدين الكرام الهدنة التي كانت قبل يومين في اليمن أعلن متحدث بسقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري عن انتهاء الهدنة وعدم تمديدها وأوضح عسيري أن عدم تحقيق شروط التمديد ينهي الهدنة في اليمن وبالتزامن مع الموعد الرسمي لانتهاء الهدنة المعلنة في اليمن لمدة 48 ساعة ظهرها اليوم وقالت رئاسة هيئة الأركان العام للجيش الوطن اليمني أنها رصدت 328 خرقا للهدنة من ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالل الصالح في عدد من المحافظات وأضافت أن أكثر الخروق كانت في تعزل سجلت 166 خرقا ثم محافظة الجوف 69 خرقا وأشارت إحصائية هيئة الأركان العامة إلى أن المناطق مختلفة محافظة مأرب شهدت 39 خرقا وسجلت مديرة نهم 20 أما محافظات الضالع البيض وحج وشب وأب فسجلت 34 وكانت ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع واصلت خرق الهدنة على مدى اليومين الماضيين وقصفت الميليشيا الموقع التي خسرها مؤخرا شرق مدينة تعز وقالت مصادر ميدانية أن الحوثيين قصفوا بمدفعية المستشفى العسكري الذي سيطر عليه الجيش الوطني خلال الأيام الماضية وأيضا الأحياء الشرقية في تعز تتعرض لقصف عنيف لم يسبق له مثيل بقذاعف مدفعية ورششات ثقيلة وصواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيا الحوثي وصالح وضافت أن أعمدة دخان تتصاعد من أحياء تعز الشرقية بينما لم يعرف سبب القصف في سقوط ضحايا وتابعة الحوثيين متمركزين في تلت في سوفيتين يقصفون منطقة ثعبات بشكل عنيف فضلا عن منطقة صالح كان هذه الهدنة وكان هناك خروقات كثيرة من الحوثي كعدتهم دائما في خرق الهدنة التي كانت سجلت في ساعاتها الأولى الكثير من الخروقات في محافظة تعز بداية في محافظة تعز ثم امتدت للضالع والبيضة وحجة وشبه وقب هذه هو استغلال الهدنة يعني دائما ويمكرون وهم هؤلاء الطغمة الفاسدة لا زالت حتى في الهدنة تحاول أن تعيش أبنائها وأبناء الشعب اليمني في جحيم أرادوا لهم الهدنة وأرادوا لهم السكون وعادة الحسابات ولكن لا زالوا في طغانهم يعمهون هي هذه الصورة الكاملة لمحافظة تعز الهدنة كانت سولفنها اليومينها عن الهدنة في اليمن عن الخروقات عن هذه كلها اتضح في الأخير أن هناك معاهدات وأن هناك أمور التي تجزم فيها لا عفاش ولا الحوثي وإن شاء الله مدحورين وبإذن الله لليمن وصنعاء واصلين مهما كانت الأمور هذه كلها ومهما كانت تلك الخروقات أو تلك الخروقات في ميليشيا حوثي وصالح طبعا خبرنا الثالث وهو خبر هام يمكن تنقلناه هالأسبوع وتنقلناه بشكل أكبر للسجن والغرامة السجن والغرامة لمن يعيد نشر المواد والمقاطعة التي تحمل الكلمات الإباحية السجن طبعا خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة مليون في لقاء سابق طبعا في برنامج جمهة تفاصيل يمكن أن أخذ كثير عن الجرائم الإلكترونية ويمكن من خلال كلام الضيوف هناك عقوبات كثيرة يمكن أن نجهلها من خلال العقوبات التي تصل إلى القذف التشهير السب الشتم غير وغيره تراها موجودة الآن في مواقع التواصل الاجتماعي لكن لم تطبق أو لم تفعل أو لم تصل الفكرة إلى الأخوان في مواقع التواصل الاجتماعي يعني هناك مثل ما نشوف في الخبر الآن عقوبات تصل إلى ثلاثة مليون ريال السجن والغرامة حيث توعدت هيئة التحقيق والادعاء العام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من إعادة ترويج أو نشر التغريدات والمواد التي تحمل الكلمات الإباحية ونحوه بالسجن والغرامة المالية وقال الحساب الرسمي للهيئة إنشاء المواد والبيانات الإباحية أو نشرها أو ترويجها جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال من المادة السادسة لجراء معلوماتية هذا وقد أكد اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام أن تخصيص وحدة خاصة بوزارة الداخلية لرصد التجاوزات الخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل محتواها وإحارة المسؤولين عنها إلى هيئة التحقيق والدعاء العام بعد القبض عليهم ووضحها الغامدي أن الوزارة خصصت الوحدة لرصد ما ينشر من تجاوزات سواء عبر تويتر، سناب شات وغيرهما فضلا عن تحليل المحتوى الذي يتم نشره من أقوال وأفعال ومعرفة أهداف مقاطع الفيديو المعروضة في مواقع التواصل الاجتماعي هذه أيضا كانت ضمننا أخبار لهذا المساء وقلناها بإيجاز خلنا نشوف الأمطار إن شاء الله اللي بتكون من الأسبوع القادم في خبرنا القادم حيث أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن نماذج التنبؤات العددية تشير إلى تأثر أجواء المملكة بدءا من غد الأربعاء بمنخفض جوي عميق في طبقات الجو العليا وتقلبات في الطقس تشمل نشاط الرياح وهطول أمطار رعدية بمشيئة الله على مناطق تبوك والحدد الشمالي والجو فحايل حيث تزداد فرصة هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة من الخميس إلى الأحد على محافظات مكة المكرمة تشمل المرتفعات والسواحل الخاصة الجنوبية منها وأجزاء من المدينة المنورة ومنطقتين الباحة وعسير وأشارة الهيئة العامة للأرصاد إلى أن هناك فرصة لاستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظات القصيم والرياض خاصة الأجزاء الشمالية منها والتي تشمل العاصمة والخرج والقوعية والدوادمي والزلفة والمجمعة وكذلك المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها حيث تشمل الدمام والجبال وحفر الباطن وأبانت أن الكتلة هوائية الباردة تبدأ في التأثير على شمام مملكة من يوم الأربعاء حيث تصل مع الحرارة الصغرى صباح الجمعة إلى الصفر المأوي على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف يعني من غدا منطقة الرياض والحدود الشمالية سوف يبدأ المنخفض الجوي على منطقة الرياض إن شاء الله من السبع القادم هناك تنبؤات والعلم عند الله سبحانه وتعالى بين يكون هناك أمطار غزيرة تمتد من الأسبوع القادم إن شاء الله الأثنين والثلاثاء على الرياض إن شاء الله أمطار حسب أحوال الطقس والعلم عند الله سبحانه وتعالى البرد يبدأ من بكرة يعني أنتم وفرويكم من بكرة إن شاء الله شبت ناركم من بكرة إن شاء الله يبدأ على شبت النار حينا شفنا اليام الماضية شبت نار وأكوات وحركات لكن هذا هو أنا سمي الشوق للبرد البرد يبدأ بكرة البرد على حسب المعطيات التي قدامنا من بكرة يبدأ من بكرة تبدأ شبت النار وتبدأ السوالف وتبدأ على ما يقولوا الأخوانا في الشمال نتعلل ونسامر أنفسنا من بكرة إن شاء الله تبدأ يبدأ المخفض الجوي للأمهات أطفالكم وأيضا الملابس الثقيلة إلى اللي طالعين للبر انتبهوا أيضا لأنفسكم ونبغى مقاطع طبعا نبغى مقاطع منكم خلال الأسبوع القادم برنامجنا إن شاء الله يوم الثلوث بتكون إن شاء الله أمطار غزيرة أسبوع القادم بيكون معكم يوم الثلوث نبغى نشوف أمطار الرياض نبغى نشوف أمطار الجوف نبغى نشوف أمطار مكة نبغى نشوف أمطار حسب المعطيات قدامنا الباحة وعسير والخارج والقوعية والدواد والزلف والمجمعة الله يجعلها إن شاء الله أمطار خير وبركة ونعم بنفعها المدني يحذر ودائما الدفاع المدني يكون بتحذيره وهذا دائما قريب منكم أنتم دائما نجده في شرطة التلفزيون السعودي والقموات الرسمية لابتعاد على الأودية نتمنى وسبحانه وتعالى أن يستر على أبنائنا وعلى أبائنا وعلى أمهاتنا وأن تكون إن شاء الله أمطار خير وبركة وأن يعمل بنفعها إن شاء الله أرجى البلاد الخبر القادم زواج معتق العياضي كما عودناكم مشاهدي الكرام هذا الخبر وهذا البرنامج موجه لأخبار علوم شعرانا أخبار علوم مجتمعنا أخباركم القريبة أخبار السعر الشعرية بشكل عام زواج الشاعر معتق العياضي الجمعة القادمة هو شيء نبارك له ونقول إن شاء الله على البركة وأن إن شاء الله يكون زواجا مباركا وكما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك عليهم واجمع بينهما في خير معتق العياضي معنا على الخط ومبارك المقريب الساكرة بالخير مساء النور أخوي طلال حيا الله شاعرنا الله يبارك فيك ويطول لي عمرك على البركة إن شاء الله الله يبارك فيك وأنا أشكركم وأشكر قناة المرقاب وأشكر القائمين على هذا البرنامج يا مرحبا ومسألة دائما قريبة منكم يا أخونا معتق الله يعطيكم العمف وتشرفتنا راح تكون تغطي الحذر إن شاء الله نتشرف حنا أخوي معتق الزواج طبعا كثير يسلمون أنا أقول لها أول زواجة ما معتق قلتها أول زواجة نعم هل في ذلك شك؟ على البركة على البركة إن شاء الله الله يبارك فيك أنت غريتني يا معتق الليلة أننا يعني مع بداية أشتاع أن الواحد يفكر في الزواج يعني خصوصا لازم تعددون إنتنا أخواننا لحبيت جوجي على البركة إن شاء الله الله يعطيك العافية وأخبار الأمطار ما شاء الله شورتنا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله وكلك بركة وكلك وجهك خير إن شاء الله يمعتك الله يبارك فيك بيحيي الحفل إن شاء الله نخبه من الشعراء إن شاء الله بإذن الله نخبه من الشعراء النظم وشعراء المحاورة أشوف على السناب شات ما شاء الله الاستعدادات قوية والله الاستعدادات من ثلاث أيام والشركة المنظمة شغالة إن شاء الله تأتي على خير بإذن الله و الله يتممها على خير بإذن الله الله يبارك لك إن شاء الله أخوي معتك و إن شاء الله لكم الحضور بإذن الله طبعا الزواج في المدينة منورة في المدينة منورة في قاعة ذكرى بالتوفيق إن شاء الله أخوي معتك العياضي و إن شاء الله يجعي على البركة بإذن الله و نبارك لكم إن شاء الله شكر لكم حياك الله أخوي معتك الشاعر معتك العياضي و المباركة له بزواج و يستاهل أخوي معتك بنكون أيضا تكلمنا الأيام الماضية أو بتكلم عن مزاد رمح يمكن هو الخبر الأخير معنا قبل ما نكون مع ضيفنا يمكن السبوعين الماضية تكلمنا عن مزاين جائزة المكافدل عيزة المزاين لبل هذه الجائزة هي امتداد لدورات سابقة طبعا تلاحظنا فيما بعد كثير يسئلوني ويسئلون قناة المرقيبة يسئلون زملائنا عمتها ومرقيبة متها مزاين الملك عبدالعزيز متها مزاينة بشكل عام أولا مثل ما شفت الخطابة ثلاثة أشهر والرفع بجميع المرئيات من وزارة الداخلية كما أسندت لدارة الملك عبدالعزيز المزاينة بشكل عام وسندت لدارة الملك عبدالعز بشكل رسمي لرعايته أيضا والوقوف عليه يعني في واحد خمسة ستكون هناك نهاية الدراسة في واحد خمسة سوف تكون هناك نهاية الدراسة نهاية الدراسة قبل ما دخل مزاين الرماح مخرجين يقولي عشان نطلع بالخبر القادم أنا ودي أوضح نقطة فقط للأخوان أن مزاين الإبل لم يحدد وجاء إسلاميك عبدالعز لم يحدد إلى الآن لا واحد خمسة لا ثلاثة خمسة لا خمسة خمسة ولا غيره لا زال المزاين إن شاء الله قائم القرار اللي تطلع قبل فترة قائم لكن هل سيقام في شهر خمسة شهر ستة ما ندري نكون معكم الأيام القادمة ونكون بالقريبين أيضا من المزاين بشكل عام لأخذ أيضا انطباعاتهم وأخذ جميع الأمور الهيكلية والتنظيمية للمزاين بشكل عام لكن إن شاء الله مزاين قادم هذا يقودني إلى مزاد رماح مزاد رماح للإبل شهد الكثير من الإقبال والنجاح وهو على طريق رماح وشوية طبعا نقيم يوم الخمسة الماضي في تاريخ عشرة في تاريخ عشرة اثنين الإقبال الجمهور الناس جميعهم تفاعلوا مع مزاد رماح طبعا كان هناك مزاين كذلك ولا ندخل في مزاين خلونا الآن في مزاد رماح ومزاين أيضا اللي في رماح نجح ومبارك لهم هذا النجاح لكن مزاد رماح نتكلم عن هذا المزاد وعن الأسعار وعن المبيعات وعن حجم الشراء وعن حجم البيع والشراء في مزاد رماح الكثير من الأمور اللي كنا نسمعها في المجالس خلال الأيام الماضية وتفاعل معها أهل الرياض أهل الرماح الماضق القريبة كلها فيه بيع والشراء قوي كان في مزاد رماح وحفز السوق أيضا لقوة شرائية إضافية كذلك خلونا نشوف أكثر وأكثر مزاد رماح ولقوف عليه من خلال هذا الاتصال مع الأستاذ سعد بن ملفي السباعي حياك الله حياك الله أغني عن التعريف يا أبو ناصر الله يتول عمرك ما عليك جوج مزاد رماح الفكرة أي نعم طعم الفكرة من عندكم أي نعم من عندي طعم صاحب الفكرة يا سعد أي نعم بيض الله وجهك لأن فيها الأخوان تفاعلوا بشكل كبير يا أبو ناصر من الرياض من جميع القبائل فيها المزاد رماح نبقى أن تحدثنا عن مزاد رماح وعن القوة الشرائية وعن الإقبال عليه بشكل حق الحمد لله المزاد رماح طعمرك صار فيه وقت ممتاز صار فيه وقت طعمرك الجو لا برد ولا حر صار فيه وقت عطلة مدارس المزاد طعمك عليه إقبال فيه مشتروات عالية فيه ناس من الإسراء الحاكمة شروا بعد بالمزاد صار طعمرك على ما بيع مليون وستمئة إلى مليون وفيه خمتمئة وفيه أرمائة ألف فيها مبالغ مبسيطة وفيه اقبال طعمرك يضاهي جائزة عبدالعزيز اقبال الناس عليه تشوف الناس متعطشين المزاين يا أبو ناصر متعطشين إن شاء الله يترقبون جائزة الموحد الملك عبدالعزيز وجائزة الشيخ طبعال أحمد في المرض الشعبي الكويت إن شاء الله أنت أحد المحكمي لجائزة الشيخ صباح الأحمد نعم طعم ويسجة التحكيم نعم طعم نبراك تحدثنا عن الجائزة ويقامتها خلال أسباع القادمة لأن فيه قبال كثير عليها وبنسألك أيضا عن جائزة الملك عبدالعزيز والله إن شاء الله جائزة الشيخ صباح الأحمد في المرض الشعبي الكويتي بعد إعلان جائزة الملك عبدالعزيز سوف تعلن إن شاء الله هم بانتظار إعلان جائزة في الملك عبد العزيز والشعب السعودي كله والشعب الخليجي بانتظار إن شاء الله جائزة في الملك عبد العزيز وإن شاء الله نتعلن قريبا إن شاء الله أبو ناصر المزادات وش تأثيرها على المحافظات وعلى المناطق اللي حولها المزادات طوى عمرك لقيت فيها نفع يعني من خلال الفكرة فيه مزاد رماح نعم طوى عمرك من أين ناحية أول شي طوى عمرك بالنسبة لمحافظة رماح إلى الآن السبر مكت والأشياء البقالات والأسواق بأكملها فاضية الآن أنا أريد نقطة هذه أريد أن تتكلم عشان يعلم الجمهور هذه النقطة المشتروات طوى عمرك من الزبايح الحطب المواد الغذائية المصحة كل شيء يعني تحيي المنطقة نعم تحيي المنطقة بشكل آخر تحيي المنطقة بشكل مهو بسيط لمدة 15 يوم السوق يشتعل حتى الحلاقين مانا يقع حلاقين غسل ملابس الزحمات على غسلين الملابس من كثرة الزوار اللي جونين كل المحلات تنتفع المطاعم الطباخين القصابين كل شيء الشغاقة الفندقية طبعا السلبيات اللي وجدتوها ببو ناصر فيه سلبيات معينة عشان تتلفونها سلبيات طبعا الملك متعاونين كلهم من محافظة الرماع من استهلون إلى مدير الشرطة إلى مدير الباحث إلى الدفاع المدني إلى البلدية كل الجهات الحكومية متعاونة معنا الهلالة الأحمر الزراعة عندنا موجودة كلهم متعاونين هناك حضائر مخصصة وكل شيء مخصص للمزاهر كلها 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 سألة مكان وحضائر مخصصة وتعاونهم الموس وبيضل وديهم فيه ناس كثير قبل مختم معك أبو ناصر يسألوني عن جائزة الملك عبد العزيز يقوليش العلوم عنها نقول إن شاء الله أنا تقصر قريبا جائزة الملك عبد العزيز نحن ننظرها جميع الملك البلو جميع المواطنيين من دول خليج ننظر هذه الجائزة اللي يبيع اللي يزاين واللي يتفرج كلهم ننظر لها الجائزة شاكر لك الله يا أبو ناصر أيضافة أقول شكرا لكم قناة المرقاب شكرا لك بندر العتيبي والأخصر المرشدي شكرا لكم جزيلا لا هنت يا أبو ناصر لا هنت لا هنت يا أبو ناصر أستاذ سعد ميل في السبع رئيشة لجنة التحكيم في مهرجان الكويت المروث جائزة الكويت المروث الشعبي وكذلك صاحب الفكرة لمزاين أو مزاد مزاد رماح اللي يقيم مؤخرا عقبها الأخبار خلنا نريح شوي مع الواتس نشوف الواتس نشوف ضيفنا بعد هالفاصل الفاعل مدني إلى البلدية كل الجهات الحكومية متعاونة معنا الهلالة الأحمر الزراعة وعندنا موجودة كلهم متعاونين هنالك حضائر مخصصة وكل شيء مخصص للمزاهر كلها كلها لسألة مكان وحضائر مخصصة وتعاونهم الموس وبأيضا لو جيكم في ناس كثير قبل مختم أبو ناصر يسألوني عن جائزة الملكة عبدالعزيز يقول ايش العلوم عنها نقول ان شاء الله انها تقصر قريبا جائزة الملكة عبدالعزيز بانتظارها جميع المواطنيين من دول خليج بانتظار هذه الجائزة اللي بيجي اللي بيع اللي بيزاين واللي بيتخرج كلهم منتظر لها الجائزة شاكر لك الله يا ابو ناصر ايضافة اقول شكرا لكم قناة المرقاب وشكرا لك بندر العتيبي والاختر المرشدي شكرا لكم جزيلا لا هنت يا ابو ناصر لا هنت لا هنت يا ابو ناصر الاستاذ سعد ميل في السبع رئيشة لجنة التحكيم في مهرجان الكويت المروث جائزة الكويت المروث الشعبي وكذلك صاحب الفكرة لمزاين او مزاد مزاد رماح اللي يقيم مؤخرا عقبها الاخبار خلنا نضيح شوي مع الواتس نشوف الواتس ونشوف ضيفنا بعد هالفاصل مقابيل ترهي عليهم بلمزون الغزيرة دار الوليف اللي دي طعف المواصيل يالله لا جنبت عني مصيرة غروه النهزني برموش المضاليل واجترجوه فيه بسي وفي الشطيرة العام عهديبة وهو يسحب الميل وضاع الكحل في عينها المستديرة يلحظ يفوح المسك والند والهيل يضحك يطيح المظفيره ظفيره واليوم اليوم عرضني سهم الغرابيل نوال فراك كثر الله خيره لا حل بضلوع الصداقة طواعين ما عادي افقى بصدور شراحي وما بلش تبزلة تطرف العين ولا بلش تبعلة مات زاحي واللي مساحة خاطره بين قوسين تثر على حاله هبوبا الرياحي يالله تجعلنا أكرام غنيين وانك لا تحرمنا الهداء والصلاح يرخص الوجيه أقسى من الفقر والدين وتباعت المكفين سم من ذحاح لصد عنا اللي يجينا وبوجهين اللي يغير هالمساء والصباح يقرح خطه للمقفين سيدين ومخصصات كلها للمراح ومحررات من جميع القوانين ومجهزات من جميع النواح ولا تعترضها لوديها والضراعين مع عبلة جردة ودرب سماح وفي جوج نجدة تزين الخاطر الشين واكثر تضريس الطبيعة براح خرائم تحفي اسبوت هتعطيك بصوت صوتين حطا الجبل قدمك وجره صياحي والله جعل كل لوادم من الطين ولا جعل كل الضمائر صحاحي وبعض الطيور الله عطاها جنحين لكن ما هي منطيورة فلاحي ولا بيه يا ناح ما شاء الله تبارك وهذا المقاوز الخلاص مرض موسيقى من الحوار نأخذ الجمل قضايا متنوعة في تفاصيل مع بندرلت ترجمة نانسي قنقر نجوب أرجاع الوطن نبحث عن الكلمة في عالم الإبداع ضيوفنا عشقتم إبداعهم فعشقنا لقاءهم في برنامجي على البال معي أنا سالم القحطاني ضيوفنا هم نجومكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد رجعنا لكم بعد فاصل واتس واخبر علومه اليوم شفناها كلها بشكل عام لكن معنا ضيف هذا المساء ضيف يمكن اشتهر أكثر بسنه ابو سن حياكم الله الله يسلمك حياكم الله لكن عندي قصيدة بقولها قبل الأسلاء والإحراج شعر يا ابو سن ايه مجهز قصيدة مجهزا واش هي قصيدة انا جايب طار فيه أمور كثيرة بأعلمكيها بعد شوي اه بد يقول جيت عاني للبرنامج في المرقض القناة هاللي على رأي واتحمل أسلاتهم والجواب وبجاوبهم ولو كان احرجوني لأنها ما تبس شيء الا الصواب هو كلامي صح ولا علموني ويوجد فيها ذكر لله والكتاب والشيوخ لها القناة يشاهدوني وأنا عبد أحب ديني يا شباب بل غلط بل غلط رجوائي لا تفهموني وللمجالس حقها وللمزحي عجاب وعلى اللسان وزلة لا تشرهوني وبسن نظيف من كل الخراب والضلايم بكرة عنها تحاسبوني وعذروني يا متابعيني والأصحاب وكاني مخطي أطلب منكم سامحوني وصلاة ربي عدوا بلن للسحاب على الرسول صلوا عليه لا تدفلوني صح حسانك ركيكة القصيدة في ركيكة هنا يعني فيها يعني نستعجل جاي وقلت خاني يقول أنت وضحت الحين للمشاهدين يقول أنا أعتذر وما جاءت قاعدة المرقابل لقناه واضح وفي أمور في حياتي ممكن تغيرت وفي أمور ترك كثير يا أبو سن أنت شو اسمك هو شيء؟ أبو سن لا وشي اسمك الحقيقي؟ مجهول مجهول؟ ايه أم أنت مجهول إن شاء الله ورد أنا أسمع أبدا من مجهول لكن لازم أبو سن عندي شيء مخفي لا لشي أعلمني شو اسمك؟ أبو اسم والله أعذرني أقول اسمك؟ سكيب أقول اسمك تحدى عني؟ لا متحدى أقول شيء تعاوذن الشيطان خلنا حوالي من وين أنت؟ من الرياض من وين من الرياض؟ حول الشواء ها؟ حول الشواء يقولون أبو سن وشو عندي أناسلة يقولوا شو أبو سن؟ إنسان عويدي من هي قبيلة؟ شيباني ما عليك سودي ما تطلع اسمك؟ أبد يعني عنات تعاندني يعني؟ يمكن أعاندك ها؟ يمكن أعاندك طيب يا أبو سن أبعلمك بحاجة بس بني وبينك أبع أعلنت أمس وقلت أبو سن معي ضيف أنت وشي شهرتك؟ يمكن تعدت الممكرة بالسعودية وصارت عالمية الحمد يمكن في مصر مثلوا في مسرحية شخصيتك أو لا؟ ألا شخصيتي وشخصيتي وشخصيتي المذكورة بالخير صارت هناك كثير من الأمور كلموني قال يا أخي أبو سن واشتبي أبو سن واشتبي بالناس اللي في السنة بشات ومواقع التوصل الاجتماعي ليش كذا؟ أنا بعلمهم بحاجة من خلال هذا المساء ويمكن فيه ناس كثير قالوا كويس أبو السن بالعكس جيبه بنشوفه أكثر وأكثر بنستمتع معه لكن أبو قل لأخواني اللي يقول لا تجعلوا من المشاهير أو لا تجعلوا من المشاهير وغيره هنا في البرنامج راح أخذ أبو سن وراح أخذ الناس اللي أنتم تتابعونه اللي أنتم مضيفين ومعندكم في السناب شات وإذا قلنا بيكون في البرنامج تقول لأش تجيبونا بنطلع أبو السن الليلة بنطلع فيه أمور يعني شايفنا هنا شاعر الليلة يعني اليوم ما شاء الله يعني لو في شاعر المليون نجح الليلة ويمكن أبو السن اشتهر وتغير 180 درجة تغيرت أو ما تغيرت أكيد تغيرت للأحسن إن شاء الله فأقول لكم دائما خلونا قريبين من هالشباب يمكن هالشورة هالي تغيره الأفضل من نصح ورشاد وغيره وغيره يمكن عقل وشاف أمور كثير هو إن شاء الله عقل أبو السن ومن أسرة كريمة طبعا وأعرفهم عن قريبنا ويستاهل كل خير لكن مع بداياتك أو شي يعني تغيرت الشي القديم براك تسوي الحركات شيف ليش تسوي الحركات من صغيرة يا أبو السن حركات ويش الحركات هذه اللي خبر خبرك ويش يسوي يا لد حوايدي لا ليه ندمان عليها شيف حنا يمكن دخلت برنامج اليون ويمكن سعد أبا سعد الآخرين لكن يمكن سعد ثم بشي الغلط أول شي اللي ما يتقبل المجتمع لكن يا طولي العمار يوم تقول بعضهم يقول بوسي الله تجيب وكذا فأنا أقول لهم القصيدة اللي قلتها تعبر عن نفسها قصيدة وافية أنت اشتهرت الناس تشترك ترى من تويتر السناب شات أنت يمكن قلة قليلين اللي يشتهرون من اليوناء صح صح برنامج اليوناء عرفوا مشاهدين فيه وش برنامج برنامج بث مباشر زي بثنا اللي يالحين بث مباشر المدة ثلاث ساعات أو أربع ساعات فالأربع ساعات هذه بمكانك تزل فيها يعني يمكن أن تطويل عمر برنامج كساعة فسهل الساعة فحنا نلق ثلاث ساعات أربع ساعات أنت مفتوح عندنا والأشياء يعني يطفشانين عاطلين يمكن هو الشي السبب الوحيد أن تشوف البرامج المواقع هذه خشاة يمكن أن العطالة هي السبب الرئيس توق صغير وبطالة والعطالة توق على أهلي على الحين شوف الصغر رياطي والعمر ما في الشكل لكن عندي وجهة نظري حبيت أقول لا لا ما شاء الله ما أنت بصغير عقلك ما شاء الله أنا شايف وشايف في اليوناء الحمد عقلك كبير ومع الأخوان هناك عقلك ما شاء الله لكن أنا يعجبني فيك حاجة يعجبني فيك وانتقول أمور مضت يسلون عن كريستينا يسلون عندي هذه يسوت كثير من الأمور طرح بلبلة ايه هيا والله ها وشي يكتون كده بس ها ايه والله يسلون عنها أنت خطبت لكريستينا ايه خطبت وافقت أعلمني بالقصيدة يقول أقول قصيدة أعطني القصيدة أجل تقول هالي تحت الهواء الحيم أنت بقايلها لا أقول مالعك يقول ودي أدرس لي لغات وأعرف كلمات إنجليزية لجل بعض الأحراجات والكل معي ناظر فيها وأنا حبيتها الفتاة ودي أشرح له شوية كريستينا من الحلوات ليتها تسلم على يديها وأطلب زواجها بثبات وأطلب زواجها بثبات وأوراق معي رسمية ولا بهنقصن في البنات اللي عندي بالسعودية لكن ألحب لهنك بات أحبي جبرني جبرية أنا شهد أن ألحب لهنك بات هيا علي الحرام تبعي بالحلال أنت أعقيدة جالب تعجبني أنت الآن خطوة جميلة بعد منك بسن وبسن الشهرة يعني وأنت في سن صغير هالحين أو شيء وش سويت لك الشهرة كلها تفاجأت فيها أنت؟ تفاجأت فيها بشكل ما تتصور كيف؟ يعني بيوم الليلة تنشير تنشير مقاطع أنت كنت تسعى للشهرة ولا المناسب؟ لا أكيد ولا دريت ولو أبس على الشهرة ما سعيت لها بشكل ده ولا لقيت الطريقة دي اللي مهم زينة أبدافها يا بوسي ما شف أعلمني بالصد أنا يعني 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 أنا أنا بجيلس يمكن أنا أجهل في الأمور يمكن كنت جاهل في الأمور هذي يمكن كنت جاهل أني أنحكم على أول مجتمع ما منتقبله حسبت شيء عادي لكن تفاجأت أنه فيه سجن وفيه لكل من يبثبث المسيئة أو شيء كذي كذي طعينك في عيني وعلمني الصدق وين انجلت؟ وين انجلت؟ وين انجلت؟ وين انجلت؟ متري؟ جاء بلاغ جاء فيك شيء؟ أه خوائب خوائب هالشياء بسيطة طيب ودي أسألك يا أخي أنا ما عجبني أبو سن ودي أقول اسمك يا أخي لا تقول أبو سن عادي أقوله لك عادي يعني كذا أقول له هاي تخذ حسنة وأنا أقول لك أبو سن حسنة أذب عليك مدري ليه لا والله والله كذا مرتاحين طيب أبو سن الشباب اللي كبرك الآن واللي في سنك واش تقول لهم يعني في الشهرة أنا كثير ترى من السن الثمانطاعش إلى السن خمس وعشرين هناك كثير مثلك مشهورين الشهرة هذه إيجابة ولا سلب عليك أنت علينا اي واللي في مثل سنك لا أبو إيجابي كيف إيجابي لكن كخطوتي أنا لا أحد يمشي كخطوتي أنا يا سلام لأنها يمكن خطوتي ما هي بجيء بداية مشهور بس أخذت شهرة يمكن أنك الآن بتوظفها بشكل ثاني أنا بوظفها كيدا بشكل ثاني وبغير الموت يعني أبدأ من قاطع الإستجرامية لكن يعني كشهرة كاملة عادي كشهرة كاملة عادي أزيلا الواحد يصير مشهور لكن المقطع عند حقك متنزل بعد الحج؟ ايه بعد عدة الحجة ها ها وكيف جاك على المقاطع على السناب جاك أو على الواتس أو على الشيء؟ لا على الإستجرام على الإستجرام جاك جاك فيه لايكات جاك فيه لايكات وإنقلبة المشاهدات وإنقلبة المتابعين من صفر لين على الحين ومئة ساستين أفر الحين سنك الحين هذا هو اللي يجيب لك الدراهم الحين؟ السن هذا؟ السن هذا جابت الدراهم وجاب أشياء نوادي ستزول الله ايه طيب لو أسوي لك تجميل على الحساب على الحين حساب القناح ايه؟ تجميل للسن؟ تجميل للسن؟ أنا يا ولدي ابن حاش ووجي بالمرأة يسني زي كده ويقول ما شاء الله عشاء يعجبك يعني كده انت؟ ايه ايه الناصي القروش كلها منذ السن؟ ايه والله ها؟ القروش وغيره من السن هذي من السن ذا؟ ايه يعني تحصل وراه قروش؟ احصل وراه قروش طيب تخيل تخيل قمت الصبح لقيت ذا السن طايح وينفعك ذا السن أسميك بسن؟ بروح أركب سن واحد طيب ودي أسألك عن في الهاشتاقات والأخوان توصلوا معي عندي أخوي فهد طبعا في هذا الاعتابي معي على الكنترول يقول بتركب تقويم لا أبدا أبدا أنت ما زين شي في سنك؟ ما خلي جاي ما أبدا أبدا جاي كده مرتاح الحمد الله لسك بتغير مع العمرو بتغير يا ملايك رجال ها؟ تغير الدنيا ولا يتغير بسن طيب بسن علمني على المدينة منورة وش صارك فيها؟ المدينة المنورة أنا جايب أتكلم وصلا عن الموضوع هذا علمني بسط أبعلمك بسط ومتحصت يا بسن أبعلمك بسط ترى عندي علمات مدرية هي صد؟ لا صد القصيدة هذه اللي أنا كتبتها ترى كثرة عشان المدينة منورة يوم أقول أبو سن نضاف من كل الخراب يعني ماني بخرباننا يعني قالوا أبو سن ما يخش المدينة منورة ليه مخش المدينة منورة ماني بزي زي غيري أبروح أبخش المدينة منورة وبسلم على قبر الرسول ولا علي من أحد أبدا وش المشكلة؟ وكل ما نكلم كنت؟ كلمني طويل عمر واحد منسق في مهرجان في المدينة المنورة قال لك ماديا يعطيني ماديا والله أنا ماديا لكن يقول لي ماديا أربع لغة في حولها يقول لي على أنك تجي المهرجة حضور حضور طيارة فينديك كل شيء علينا وبنعطيك صورة تنشرها في السنور قلت طيب أبا أنشر الصورة بس قبلها تحول لي فلوس منص المبلغ عشان أنشر الصورة قالوا قالوا ما تحنت يوم جاء بقرة التريند واصل بس أن ما يخش المدينة الأشكال هذي ما تخش المدينة عشان أبوز من أكافر أنا تكفروني أحمسهم وعرف ديني وعرف هذه القصيدة أصلا اللي أنا قلتها وكلها عشان المدينة طيب تأثرت يوم قالوا ما تدخل ما تجي إيه والله إيه والله بس هم أنكروا حسني ما يعني ما لبزي زي غيري ها حسني ولد أسوى واحد يوم قالوا ما لا يخش المدينة طيب ما تشوف أنت إيه والسن لازم تغير مسارك أهلا للأحسن هذا اللي بيصير هذا اللي بيصير كويس أنا أبغى التصريح هذا منك أبغى الكلام هذا منك هذا اللي بيصير لأن المشاهدين الكرام يمكن أخذوا على أبوزن أو العلب يعني فيه بدايات وهم المشاهدين يعني اللي عملتوا الرجل هذا واللايكات أنتم المشاهدين الكرام لكن إحنا من ناحية أنا الأمانة جلست مع أبوزن قبل برنامج بغلت أجيب اسمك عشوة فجلست معه وسؤلف معي والله الولد ما شاء الله تبارك الرحمن لا فكرا يعني ما شاء الله تفكيره توجهه والتزامه للأمانة لكن يمكن البداية صارت لايف ما هو هو اللي عملها أخذوها الجمهور يمكن عنده متابعين ثلاثة أربعة كم كان عندك متابعين؟ كانوا يطولي عمار اللي يحضروا بس حوالي خمسة عشرة هاكر هو اللي نشر المقطع؟ هاكر برنامجات المحافظ ما أحد يقدر يأخذ المقطع إن شاء الله لكن جاك مدري هاكر ومدري شي السائب من تأكيد؟ علي الحرم مني مدري شي السائب ونشر المقطع نشر المقطع وتكمل الكلامي مثل هالأخوان وبسن وغيره وغيره نأخذهم يعني ما شاء الله عمره ما شاء الله في بداية عمره لا بد أن نأخذ منهم وننصحهم ونوجههم وغيره وغيره حنا في مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا ما نتركه نقول ليش تاخذ معه لقاء وليش نتركه وليش 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 بالعكس أنا تشرفت به هالولد وتشرفت به أبو سن هذا المساء وتشرفت أن يكون معي في هذا المساء لأن الأمانة طلعت على أمور كثيرة شهرته وذكاءه هو ليوصل لهذا الشيء لكن التوجيه والتوجه لابد أن يكون أيضا منكم أنتم يا الجمهور ما هو سامع إلا من جمهوره من متابعين محتاجين بس الدعم محتاجين الدعم محتاجين الدعم كما قال قال يا طلال أنا أبغى الدعم الجمهوري أبغى شيء يوجهني للصحيح وهذا الشيء للأمانة نحرص عليه أبو سن يعني من ناحية الشهرة وصلت شهرة خارجة من كربية السعودية وحدثنا عن المسرحية التي كانت في مصر المسرحية في مصر أبو سن الثاني على أخوينا أخوي أبو سن أخوي اللي هي كريستينا اللي هي كريستينا أبو أبو طيب أنت ما خاطبوك هنا في أنا أقول إن شاء الله أنا يوم أقول لها محتاج الدعم إن شاء الله بإذن الله يوم من الأيام إن شاء الله بيتشوفوني يوم على مسرح ولا على مسلسل فهذا الدعم اللي إحنا محتاجه طيب أن تفكيرك المستقبلي وش هو الحين تفكيري يطولي عمر أني يعني أكون ممثل كوميدي أو مسرحي ها هذا اللي التفكير اللي أنا أرسل الآن أنت تتفكر فيه لأنه اللي أعجبني طيب الآن فيك أحد يتكلمك من إنتاج من ممثل يتكلمك في شيء والله شوف أنا جاني واحد يتكلمني منصق يقول في شباب البمب مجري هو صادق يقول وصادق يقول تعالي بتمثل مدروش أنا كوميدي أنت تحس أنك كوميدي من الداخل تبني ضحك أي والله تكفر والله أضحك الجمهور أي والله أمد إن شاء الله قل سول في معي شوي أضحك سول في معي أمد أضحك ما عندي كيف مشكلة أبو السن في واحد في الهاشتاغ الحين يقول إذا طاح سن هي بيضيع أبو السن تكلمنا مع أبو السن يقول له حتى أبو طاح سن بركب سن مثلها بالضبط نفسها بالضبط طيب أبس ألك أنت أنت الآن مستقبل السناب شات كم متابعينك؟ خمسمائة تلف أكيد خمسمائة تلف إيه في إعلانات؟ إيه العلانات في أنا أشوف عندك تغير كثير إيه الحمد لله يعني كم في اليوم أعلان؟ والله أشوف على عزة ما تقدرت يعني تقول كم في اليوم يعني كيف تتتفق معها أنت؟ تتفق معي طويل عمر في منصق لي تتكلمهم مع المنصق وأنا أجيه أنت وش تقدم المشاهدة؟ أقدم لهم يعني الآن وش تقدم للمشاهدة؟ أنا بأضيفك هالحين وبتابعك يومي يعني هو بأشوفه شو علومك وش تسوي يعني أنت وش تسوي لي أنا؟ أبضحك أبضحك تضحكني؟ خليك كل يوم يطويل عمر شاب كنجوالك على التلفزيون وتأكل الإفشار وتأضحك أحد في أحد المقاطع كان أحد الشيوخ يشوفك على البلازمة شفت أنت المقطع ذا؟ ايه كان أحد الشيوخ المعروفين الحمد لله تكلمك؟ لا تنتظر الإتصالة؟ أنتظر كان يضحك عليك وعلى مقطعك الحمد لله ننتظر الإتصال إن شاء الله طيب مستوك التعليم وش هو؟ ثانوي ثانوي عام شرعي أو لدبي؟ شرعي ما شاء الله ما شاء الله أخذت شرعي من وين أنت؟ من الرياض من الرياض من هنا؟ ايه؟ أو من الرياض؟ لا من الرياض من هنا أنت ساكن هنا؟ ساكن هنا طيب ما تقول الآن لمتابعينك في السناب شات؟ ما تقول لمتابعينك؟ أنا أرى مشاهير جلست معهم مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون حاجة حلوة يقدمون نصايح يقدمون أمور أنا اليوم يمكن شفت السناب شات حقك يمكن ما ظرفت كل اليوم أنا رايح أنا جاي أنا كذا قدم للمشاهدة الشهرة هذه ترمية بسيطة قبل ما كنت ضحك ها؟ يمكن اليوم بس يمكن حظك ماشي ايه ايه جيت على رايح جاي لكن أنا والله عندك علوم واجد واجد يضح كون دائما من من فنانينك اللي تحبهم كثير؟ كيف؟ الفنان اللي تشوفوا يعني فنان مغني لا لا فنان ممثل ممثل؟ طلعين ورا عندك ناصر قصوي عندك فايزة المالكية أذل الفنانينين الكويتينين أنا ملتي امم أشوفهم متابعهم كل شون ممثلت في المدارس في المدرسة عندك؟ في المدرسة ترقام لي راقت دائما شفت قائل لك بضحك عنك ضحك طيب طيب أعطي أفغاك تقلد هالحين ما قلد؟ أي شيء هش وش هاي شيء هل تقلد أصوات؟ لا يا رد الحين يقول لي فهد يقول يقلد أشخاص يقول أنا شايف السنب شاتي أقلت أشخاص يمكن أقلت دناصر قصوي كيف؟ بحركة الأذن كيف؟ زي كذا دقيقة لحظة باب حظك معاشر أعطني الكاميرا على الأذن يا ابن حلال أت أجل تحب كثير ناصر قصوي ولو يعرض عليك أنت على طول على طول أكيد أكيد وهو مدرسة استاهل بركان طيب وين بتحصل؟ الآن ونتجالس الحالك في البيت تقول ابو سن وين بيحصل؟ أربع سنين سنتين ثلاث سنوات وين بروح؟ بروح الدوادمي ماذا عندك الدوادمي؟ متأكد لا يا رجال أدعمي أدرس جامعة هناك؟ ماذا تخلق لدعمك؟ ماذا تخلق؟ ماذا تخلق؟ وديها أنت؟ ايه ودي لا لا في لك سنة في الدواد مش عندك ماذا عندك في الدواد؟ طيب من تتابع المشاهد عندك؟ ومن يتابعونك؟ عندك يطول العمار ميراندا 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 تابعك ميراندا يعني شخصية؟ شخصية مشهور وعندك يطول العمار ماذا يسمى يا رب؟ اللي يقول حتى انقابلوا عبد عزيز جميل وعندك وليد الغابر طيب في بعض الأخوان يحط سنابة للفائدة للناس تسوي كده أنت كل صباح الخير أذكار كل شيء؟ شوف خليك صريح معي صريحة لن أطلع سنابك الآن ميرشيف كله كيف تطلع؟ في صباح الخير أصبحنا في صباح الملك وعندك لله تعجبني وبعدها أضحك أعلمني أنت بتعلم بكلمة أولا عندك وشف؟ وين؟ أنت أولا بتعلمني بأمورك؟ مادري أنا بعلم وأنسق أقول الآن السناب شاتة توجه للنصح؟ ما ب... يعني يومي كامل أن أوجه للنصح لا يعني فيه نصح فيه إرشاد فيه أمور يعني قد تكلمت عن بره الوالدين وانتشير مقطع في اليوتيوب بس ماني بمقاطع اللي... ماني بمقاطع حلوة إن شاء الله فيه مقاطع حلوة المقاطع حلوة ماني بنرجع والله منك صوت لكن... لكن خلاص خلاص انتهيت انتهيت وبتبدأ شخص ثاني أببدأ شخص وبالسنة ثانية المهرجين هات شلونك معها؟ في دعوات؟ في دعوات في دعوات؟ ايه؟ مثل أي مهرجان؟ في مهرجان في جدة رحت له؟ لا ما رحت خفت إنهم يقلون جدة لا تعدخله ليه؟ نفس المدينة لا اللي في المدينة يمكن فيه بعض الأمور وشاني؟ يعني بعض الأمور اللي خلطك يوقفونك يعني انت رجال عليك بعض الملاحظات بعض الملاحظات تمنعني من دخول المدينة؟ كريستينا أكبر ملاحظة كريستينا؟ كريستينا؟ وش فيها؟ ايه؟ هالحين أنت تقول أني نادم؟ أنا نادم صح؟ بس لحظة يوم تقول أنت لا شيء اسمه ما تخش لني عشان كريستينا؟ لماذا المدينة؟ ما هو باب ابن حلال؟ مهرجانهم؟ ولا رح للمدينة؟ ما عندهم مشكلة؟ لا يقول أنهم المدينة لا تخشوا لا تخشوا لا تخشوا عاطرة فهد الهاشتاق وش يقول؟ يقول ما تقول صباح الخير واذكار الصباح مسالة في الشهر مرة يا أبو سنة؟ أنا؟ من الكذابة اللي يقول؟ ما هو كذاب لا تقول جمهورك كذاب هو جمهوري ايه اسحب كلام؟ اه اسحبت اسحبت خلاص والله؟ ايه ما أنا جمهوري هو؟ انا حسب أن المنتاج منتاج لا؟ لا جمهوري صاب طيب أذكار بها شي؟ اي والله بر الولدين الجمهوري يكتبوه غير بر الولدين؟ أنت يمكن ذلك اليوم ضائق صدرك؟ لا والله بر الولدين قلت مرتين لأنني محفظ غدو طيب وأنا على الآن ليش معد تبثلي هناك تخوف تخوف كيف تخوف ليه يعني أي زل هل هناك عرض لأبو السن من رمز الهيلة لأبو السن من كوميدي وغيرها راح ترد في رمضان مثل ما قال أبو السن يقول فيه الآن بعض العروض بس ما تأكدت منها فيه يعني بعض الأمور ما هو اسمك الحقيقي أبو السن هذا من ليبيا مازن جمجام ما هو اسمك أبو السن طيب لماذا لم تستغل شهرتك هذا عبد العيز الزهراني لماذا لم تستغل شهرتك في نشر الإسلام للعالم الغربي الذي يحتوي اسم كريستينا بدل عن غزل أمام الملأ أنا جيتها بالكوميديا عشان أجذبها يمي ثم أنا أدعي على السوء أنت أولت بيها بالإسلام أولا أولت بيها تسلم أنا من قديم بيها تسلم قبل شوي بس نبي منك تشتغل على العالم الغربي أنت على مستوى العالم الغربي كويس الآن إيه إن شاء الله إيه والله مشهور هنا إيه الحمد لله يحبوني في السينين الظهر طلعت أنت وين في السينين برنامج الأخباري الظهر طلعت فيه السينين أه وش السينين تعرفها وش شيء أنا أعرف غير المرقب ما هو بالسن أبو سن سينين سينين وش هو السينين سنة قناة زينة حيش عم فيها سنة كده طيب أبوك ش موقفة من أبو سنة علم بس صدس أنت حصت أبو أنت حصت علمني أبوي طويل عمر موقفة نصحني كبداية لكن أنا أنا أنت ويش تجاهلت الأمور هاضي وش يقول هو نصحني قلال هذا شي ضال تجاهلت الأمور هاضي ليش تجاهل أنت أولد قل بر الوالدين بر الوالدين صح بس تجاهلت يعني وش تجاهلت قلت يمكن ما يعرف البرنامج ذلك ما يعرف إنه محافظ ما يعرف إن في دراهم ما يعرف إن في دراهم ما يعرف إن في دراهم طيب علموا قل في قروش حتى لو في قروش يبوه بس سلامة بس يقول لك يقولت ورا ما تكمل جامعة ماذا تضحك هاي ليش تضحك ماذا تضحك ليش تضحك أكمل الجامعة إن شاء الله بإذن الله قل إن شاء الله إن شاء الله وش تخصل تحب وش أنت موهبتك في الجامعة وش تحس نفسك فيه التاريخ الجغلات وش يسمه وأني ناصي هاي وش شي ولا ما أدري شي يسمه لا تأخذني يا بوسن إيه جاني لم يعرف الجامعة وش الجهة وش تتخصل أنت بيه كلية الطب الهندسة ما شاء الله والنسبة كم خمسين ستت ما شاء الله ما شاء الله تبقي أنت شارعي وخمسين ستت تبقي تهندسة ولا ما أدري شي مستقبلك حلو ما شاء الله إيه ولا ما شاء الله طيب يقول ما تناوي تترك الشهرة ما أتمنك تتركها بس نبي نعرف شهرة لانكسرة السنة يطويل العمر ذاك الحين نفكر يقول ابو السنة بيمنك اعتذار في اليناو لأصدقائك رسالة اعتذار شو مسوي انت لأصدقائك في اليناو اعتذار اعتذر ليه اعتذر ليه يسألك سوال هنا ايش عاو بأعتذر معدري اعتذر ليه يا أخي في الهاشتاك ذا كثير من أخوان اللي يسألون أقولك انت الحين يا ابو السن وش تقول للناس اللي يقولون ان ابو السن ما عند الشي يقدمه شوف بقولك شي خاطبهم بعقلانية ابدأ بحياة ثانية معهم ابدأ بأمور ثانية انت نجم وانت مشهور اعرف الشيء دونك واعرف انك الآن في طريق طويل امامك طريق طويل لا بد انك تغير الشخصية يعني الشخصية طرحة حلوة خفيفة ولذيذة بس بد انك توجهها في الشيء الصح في الشيء الصح وهذا الشيء الجميل منك للأمانة جلست مع ابو سن وكررها والله عقليته والله أدبه احترامه كله ما يعكس شخصيته اللي كانت موجودة في اليوناوه وبرنامج اليوناوه فأتمنى انك تبدل أمورك كلها للشباب اللي مثلك ونصحوا إرشاده ان شاء الله بإذن الله بغير المود أو بغير وبسنة الأول بيتغير لشيء ثاني شيء جميل يعني كوميديا بس كوميديا فالشيء السليم ما تسوي لك مقاطع عند كوميديا؟ هل سوي لي مقاطع كوميديا هل زي ايش؟ زي يطيل عمر في المولانتا ضحك لو تابع مش في الاستقرام انت عندك في استقرام ايه اللي هو ما طلعتهم محمد عندكم استقرامه لأن ابو سناوي الآن يصير هادف حتى في مقاطعه من معك يمثل انت؟ معي عواضياب ولد عمي انت علمت عواضياب يشتون عواضياب منه عشان يعرفون اسمك كمي؟ لا عواضي دياب أخو معلك ما أعلم ما أعلم؟ ما أعلم؟ ما أعلم؟ وليه جابه ذياب جابهك انت؟ ولد عمي لكن في نفس الوقت أخوي ايه استاهل ايه تاسلب ويه ناس ثانية أخوي آي طيب تعرف محمد العنزي؟ محمد العنزي من؟ خويكم انت عواضي محمد العنزي ايه يقول انت أخذ عقالي ولا عواضي؟ لا عواضي لا أخذ العقالي أنا ما أخذ العقالي شاريه بخمسة اليوح معكم بالاستراحة هو؟ فمان هو محمد العنزي؟ ما أدري والله يقول فيه أنت عواضي أخذ العقالي مع هلقس 14 جنوط 14 جنوط 14؟ ايه 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 طيب فكر وتغير الآن أنا فكره جميل عندهم يعني كوميدي بشخصية الولد هو رجل كيف؟ انت رجال ووالد في نفس الوقت بس الولد أنا صغرتك بزين مور الولد هو رجل ليه؟ كيف أنا صغرتك وكبرتك في نفس الوقت كيف صغرتني كبر؟ قلت ولد وقلت لك رجال ما إنت برجال؟ قل الرجل الولد هو رجل لا الولد أنت صغير في نظرهم لا الولد هو رجل يعني على بالك بتذب عليها الحي لا ما ذبت أنا بس أنا وجهة نظر وديك وله على بالك يعني بتحرجني لا والله ما تقدر لكن أنا ودي أكبرك يا مسلم يا أبو سن طيب تكبرني تصدرني لا تعاندني أبد أبد طيب يعاند كل شيء أقول لك فالأمانة ودي لك توجه رسالة ودي لك توجه رسالة تقول أبو سن تغير أبو سن بروح فيه وين يا محمد طيب طيب ففي عجالة يعني تكلم عن عن مخططك القادم عن تغيرك عن أمورك كلها عن كريستينا والتغير اللي بعدها كريستينا خاص انتهنا خلاص طيب إن شاء الله وإن شاء الله بو سن بتشوفون إن شاء الله في المسرح ولا في المسلسلات بس نحتاج دعمين نحتاج دعم ونص يتقول لي يا بو سن تعال مثل معنى في مسلسل أو مثل معنى في مسرح وكذا هذا اللي يحتاجين جميل جميل طيب تقول اسمك آخر شيء ولا لا 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 ليش قلت اسمي على الحرام تم علي الحرام لنت حين يا حبيلك الله يسعد الولد والرجل النجيب الولد الرجل قال نيوم ورني أشكرك يا بو سن أشكرك أشكرك على حضورك الله يسعد ومهما قالوا الناس ومهما قالوا العالم غيروا وجهة نظرهم أبدو بغيره وغيرها للأحسن أبدو بغيره كنت فيها الدقائق لأمانة مع أخوي بسن يمكن أخذت النصف ساعة هذه معه للأمانة كان أفضل كان كويس في كل شيء أنا أسميه أبو سن الكويس أبو سن يستاهل كل شيء لكن الولد الرجل الولد الرجل يستاهل فختاما أنا أودعكم إن شاء الله السبوع القادم معنا نجم جديد وعندنا أيضا فنان أيضا من السوشيال ميديا بيكون معنا في هذا البرنامج ويكون أيضا مستهدف من خلال هذا البرنامج يمكن تغيرتوا شوي وجهة طاركم بسن أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن لبال لبالكم ضراح ومشى لكن الولد الرجل في نفس الوقت تغير في كل شيء أتمنى دعمه أتمنى من الأخوان يشاهدون الآن إذا كان هناك وسائل دعم في وسائل أمور أخرى أتمنى دعم بشيء أو بآخر عندنا لقدة ختام ولا يا محمد طيب لا يوجد لقدة ختام دعونا نختم ونقول دائما رسالة لكم أنتم مشاهدي الكرام دعواتكم لأبطالنا البواسل في جميع حدود مملكتنا الغالية في الداخل وفي الحدود وإن شاء الله ينصرهم ويثبت أقدام إن شاء الله وإلى نصر القريب إن شاء الله وإلى اللقاء مع السلام حياك أرابي السلام أوهي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر